اسم الدرس أتصرف في الأعداد الكسرية سابعاً الكتابات المقدمة في نفس السطر هي لنفس العدد الكسري أبحث عن الحد الناقص في كل كتابة الإجابة في البداية نأخذ العدد الكسري المتاح لنا ثم نبحث عن الكتابات الأخرى لذلك العدد الكسري مع الأخذ في الاعتبار بسط أو مقام العدد الكسري الآخر المقدم لنا في المجموعة الأولى العدد الكسري المقدم لنا هو 36 على 48 وهذا يعني أننا سنبحث عن الكتابات الأخرى لهذا العدد الكسر الأول هو سنبحث الآن عن البسط ليصبح العدد الكسري كتابة أخرى لي 36 على 48 نلاحظ أن مقام العدد الكسري 48 أصبح ثمانية يعني أننا قسمناه على 6 وكذلك سنفعل بالبسط لنجد أن 36 على 6 تساوي 6 وبالتالي أصبح الكسر الجديد 36 على 48 يساوي 36 على 6 يساوي 6 على 8 الكسر الثاني هو 21 على سنبحث الآن عن المقام ليصبح العدد الكسري كتابة أخرى لي 36 على 48 وبما أنه لا يوجد عدد صحيح إذا ضربناه أو قسمناه على 36 نتحصل على 21 لذا سنضطر إلى قسمة العدد الكسري على 12 فيصبح 36 على 48 يساوي 36 على 12 على 48 على 12 يساوي 3 على 4 ثم نضرب كل من بسط ومقام العدد الكسري الجديد المتحصل عليه في 7 ليصبح البسط 21 كما هو مطلوب ويصبح المقام في هذه الحالة 28 3 على 4 يساوي 3 في 7 على 4 في 7 يساوي 21 على 28 الكسر الأخير في هذه المجموعة هو 12 على سنبحث الآن عن المقام ليصبح العدد الكسري كتابة أخرى لـ 36 على 48 نلاحظ أن بسط العدد الكسري 36 أصبح 12 هذا يعني أننا قسمناه على 3 وكذلك سنفعل بالمقام لنجد أن 48 على 3 تساوي 16 وبالتالي أصبح الكسر الجديد 36 على 48 يساوي 36 على 3 على 48 على 3 يساوي 12 على 16 وهكذا تصبح المجموعة الأولى على النحو التالي 6 على 8 36 على 48 21 على 28 12 على 16 وبنفس الطريقة نكمل باقي المجموعات الأخرى لنتحصل في النهاية على النتائج 4 على 3 20 على 15 72 على 54 24 على 18 8 على 20 12 على 30 18 على 45 22 على 5 ثامناً ألف أقارن كل عددين باستعمال العلامة المناسبة أصغر من أو أكبر من أو يساوي وأعلل إجابتي 1 و3 على 4 1 و5 على 3 1 و13 على 13 الإجابة لكي نستطيع مقارنة عدد كسري بواحد يجب علينا مقارنة بسط ذلك العدد الكسري بمقامه فإذا تساوى البسط مع المقام فالعدد الكسري يساوي واحد وإذا كان البسط أصغر من المقام فذلك العدد الكسري أصغر من واحد أما إذا كان البسط أكبر من المقام فيكون ذلك العدد الكسري أكبر من واحد لذا دعونا نقارن كل عددين من الأعداد التالية بانتهاج هذه الطريقة المقترح الأول 1 و3 على 4 بالنظر في العدد الكسري 3 على 4 نلاحظ أن البسط أصغر من المقام وبالتالي فهذا العدد الكسري أصغر من واحد وواحد أكبر من 3 على 4 واحد أكبر من 3 على 4 المقترح الثاني 1 و5 على 3 بالنظر في العدد الكسري 5 على 3 نلاحظ أن البسط أكبر من المقام وبالتالي فهذا العدد الكسري أكبر من واحد وواحد أصغر من 5 على 3 واحد أصغر من 5 على 3 المقترح الثالث 1 و13 على 13 بالنظر في العدد الكسري 13 على 13 نلاحظ أن البسط مساوي للمقام وبالتالي فهذا العدد الكسري يساوي واحد 13 على 13 يساوي واحد باء أقارن كل عددين بطريقتين مختلفتين مستعملاً العلامة المناسبة أصغر من أو أكبر من أو يساوي 4 و45 على 11 8 و25 على 3 4 و16 على 5 الإجابة 4 و45 على 11 4 تساوي 44 على 11 بالتالي 44 على 11 أصغر من 45 على 11 أو 4 في 11 يساوي 44 و44 أصغر من 45 48 و25 على 3 8 تساوي 24 على 3 بالتالي 25 على 3 أكبر من 24 على 3 أو 8 في 3 يساوي 24 4 و16 على 5 4 تساوي 20 على 5 بالتالي 16 على 5 أصغر من 20 على 5 أو 4 في 5 يساوي 20 و16 أصغر من 20 جيم أقارن كل عددين باستعمال العلامة المناسبة أصغر من أو أكبر من أو يساوي 7 على 8 و7 على 9 18 على 10 و14 على 10 4 على 5 و7 على 4 الإجابة حتى نتمكن من مقارنة عددين كسريين لهما نفس البسط نقارن مقاميهما أولاً فمن كان له مقام أقل من الآخر كان هو العدد الكسري الأكبر من العد الكسري الآخر أما إذا كان العددين الكسريين لهما نفس المقام فإننا ننظر أي العددين يكون بسطه أكبر من بسط الثاني يكون هو الأكبر 7 على 8 و7 على 9 نلاحظ أن هذين العددين لهما نفس البسط وأن مقام الكسري الأول أقل من الثاني 8 أصغر من 9 بالتالي فإن 7 على 8 أكبر من 7 على 9 18 على 10 و14 على 10 نلاحظ أن هذين العددين لهما نفس المقام وأن بسط الكسر الأول أكبر من بسط الكسر الثاني 18 أكبر من 14 بالتالي فإن 18 على 10 أكبر من 14 على 10 4 على 5 و7 على 4 نقوم بتوحيد المقامين من ثم نقارن بينهما 4 في 4 على 5 في 4 و7 في 5 على 4 في 5 أي 16 على 20 و35 على 20 نلاحظ أن 16 أصغر من 35 إذن 16 على 20 أصغر من 35 على 20 بالتالي 4 على 5 أصغر من 7 على 4 ترجمة نانسي قنقر